بسم الله الرحمن الرحيم هنواصل محاضرتنا في الكتابة الإزاعية وتلفزيونية اللي هو مقرر الفرقة الثالثة بشعبة الاتصال والآلة لما نيجي نعرف السيناريو أو الاسكريبت احنا نقول السيناريو او الاسكريبت والاتنين بيدوا نفس المعنى طيب احنا عندنا السيناريو هو مشروع البرنامج او التمثيلية مكتوبة على البرق واذا كانت مثلا الرواية تكتب لكي تطبع في كتاب والمقالة تكتب لكي تنشر في جريدة او مجلة فان السيناريو يكتب لكي يترجم بواسطة الكاميرا الى صور متحركة تعرض على الشاشة سواء في التلفزيون او في السيناريو والعنصر الاساسي لكتابة للتلفزيون هي هو الصورة يبقى الصورة عندنا هي زي ما وضحنا في المحاضرة السابقة ان الصورة هي الاساس وليها الصورة لذا فيجب ان تكون الصورة هي المنطلق الاساسي للتفكير عند الكتابة للتلفزيون بمعنى ان اللقطات والمشاهد هي الاهم ثم تأتي الكلمات والحوار وعناصر الصوت في المرحلة الثانية اذا بمعنى اخر ان تكون كتابتنا عبارة عن ايه نكتب بالتلفزيون عبارة عن ايه شرح صور او حرقات نرى انها تعبر في مجموحها او في اشكالها عن المضمون الذي نعلمه وقد جرت العادة ان يكتب السيناريو في شكل ايه عمودين عشان اكتب سكريبت او اكتب سيناريو زي ما احنا وضحنا قلنا ان السكريبت نص مكتوب لفيلم او تمثيلية او برنامج بيوضح الصورة او الموقف مع الحوار مع ذكر بعض التفسيرات الفنية فلما اجي اكتب سيناريو على الورق ممكن نكتبه في شكل عمودين فانا بقسم الصفحة الى قسمين او عمودين القسم الاول او العمود الاول مخصص للصورة والمرئيات ويشمل سلس الصفحة فقط حيث تشتمل على ايه المرئيات على المناظر والذكرات والاشخاص وسائر الكائنات الحية والاكسسوارات وشرح ما يجرى من احداث وفي مادة الفيلمية وفي طبعا اللقطات ان النقطات تعتبر اول حاجة لما اجي اكتب سيناريو الصورة ليكت اجيب اكتب المشهد وتحت المشهد اللقطات الجزء التاني اللي هو بخصصه للصوت او للصوتيات يعني ما يسمع بالاذن ويشمل على ايه الصوتيات على الحوار والتعليق والمؤسلات الصوتية والموسيقى وكافة وسائل الاضاحة الصوتية يعني كل ما يتعلق بالصوت في القسم التاني او العمود الثاني انا عندي عمودين وانا بكتب عمود بخصصه للصورة والمناظر واللقطات والمشاهد العمود التاني بخصصه للصوت اللي هو في الحوار والتعليق والمؤسلات الصوتية والموسيقى التصويرية وغيرها الحاجة اللي بعد كده لما اجي نعقل وشوف اشكال السيناريو التلفزيوني يعرف كتاب ومعدوا البرامج التلفزيونية شكلين للسيناريو التلفزيوني فيه نصوص كاملة وفيه نصوص غير كاملة النصوص الكاملة اللي بتستخدم في ايه في البرامج الدرامية حيث يكون بوسع الكاتب ان يتحكم في كل عناصرها ويحدد ايه ويحدد ايه كافة اه تفاصلها من البداية حتى النهاية وعلى العكس من ذلك تماما تكون النصوص غير كاملة وهي ليه تمثل اغلبية الغالبية الوظمة من برامج التلفزيون ففيه هذا النوع من البرامج لا يستطيع الكاتب ان يتحكم فيه كل عناصر البرنامج او من ثم يقتصر مطلوب منه وفيه كثير من الاحيان على مجرد تحضير القطوط الرئيسية للبرنامج والدقاط اه والنقاط او الجوانب التي يلتزم بها الاشخاص المشاركونها فيه اما النصوص غير الكاملة هي لها برنامج زي زي مسلا بيبدا بيبدأ بمقدمة مناسبة بيكتبها معد البرنامج عادة ويمهد بها للدخول للموضوع لان عشان اعمل برنامج اول حاجة بيعملها لانه بشوف فكرة البرنامج وبعض ما باختار فكرة البرنامج بابدأ اجمع المعالمات حولين الموضوع على البرنامج الان هاشيران عليه لما يجي اكتب لبرنامج ببتا بمقدمة اه بيكتبها معد البرنامج ويمهد بيها للدخول للموضوع وعلى هذا ينبغي ان تأتي قوية وموجزة ومؤثرة كما ينبغي أن تشير إلى الموضوع وتلفت النظر إلى أهميته وضرورة تقديمه بالنسبة للإيه دي في حالة كتابة الإيه البرنامج خطوات الإعداد عشان أعمل برنامج في مراحل أو خطوات معينة أنا بشعل عليها أول خطوة اللي أنا ببحث عن الفكرة أو الموضوع وهناك بطبيعة الحال على عديد من المصادر التي يمكن أن تمدوا الكاتب بعشرات الأفكار المهمة والجيدة فهناك مثلا ممكن ناخد الفكرة من كتاب أو نشرة أو من خلال المعيشة الوعية للواقع أو ما يجرى فيه من أحداث وما يفرضه على الناس من قطايا وموضوعات تتصل بحياتهم تصار مباشرة وبعد العصور على الفكرة المناسبة تبدأ إجراءات تحويلها إلى بنامج تلفزيوني وتبدأ هذه الإجراءات عادة مدراسة وإمكانيات الموضوع الذي تدور حوله الفكرة ولعل أول وأهم هذه الأسئلة لماذا نتعرض لهذا الموضوع في بنامج تلفزيوني؟ طب إيه أهمية الموضوع عشان نتعرضه في بنامج تلفزيوني؟ إلى من يوجه هذا الموضوع أو البرنامج الجمهور المستهدف أو تبعته الجمهور تحديد شكل البرنامج اللي أنا بقدمه لازم أحدد شكل البرنامج الحاجات دي كلها لازم أعملها أخذها في الاعتبار لما يجي أعمل برنامج لأنا عندي أشكال برامج كتير عندي مثلاً برنامج شكل الحديث أو برنامج الشخصية وعندي برنامج الفيتشر وعندي برنامج منوعات وعندي برنامج تسجيلي وعندي برنامج الحواري وعندي برنامج المصابقة وعندي برنامج النتوة كل دي أشكال البرامج التلفزيونية المختلفة فلازم أحدد شكل البرنامج لما يجي أعمل برنامج تلفزيوني الحاجات دي كلها مهمة جداً لما اجي اشتغل على برنامج تليفزيوني بعد ما بسجل الحلقة مع الضيف طبعاً قبل بحضر له الاسئلة لكل حاجة وبسجلها بعد كده بتبدأ المرحلة المونتاج اللي انا ابدأ بشوف الحاجات المش مناسبة او الحاجات الزيادات فبشيلها في مرحلة المونتاج دي خطوات او مراحل اعداد برنامج تليفزيوني ودي من الحاجات المهمة جداً اللي احنا لازم نعرفها لما نيجي نكتب للتليفزيون او الكتابة التليفزيونية واشكركم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر